السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا كاملين باخر والاخير بالنسبة لهاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم لجنواز بطريقة ليه سهلة معتمدة عندي كجي ناجحة 100% كيف ما كتشوفو كنهزاكة بين يديك اللعب بها كما بغيت ما كتتهرس ما كتشقق ماحتاجي حاجة كتكون رطبة رطبة بالزاب اكيد غادي نشارك معاكم الاسران النجاح ديال الجنواز كيفاش غادي تبع المراحل وغادي تنجح لكم ان شاء الله بلا مجد نطول عليكم في المقدمة عندوز نشوفو المكونات ومراحل تحضير ديالها واثران النجاح ان شاء الله فرجة ممتعة بالنسبة للمكونات كنحتاج الساد الحباس ديال البيض بحرات المطبخ عندي 180 قرام ديال سكر حبيبات و180 قرام ديال دقيقة الفورس المغربل رشة صغيرة ديال الملحة وعندي هنا سكر تلفاني البودر ما كاش متوفر لكم غادي تعودوه بجوش ديال الساشيات ديال السوكات الفاني حبيبات سافينا بنسبة الطريقة في واحد البورس ما يكونش فيها نهائيا لما يعني يكون نقي غادي نوضع فيه استاد الحباس ديال البيض بنسبة البيض يكون بحرات المطبخ ما يكونش بارد متلاجة يعني خرجوا متلاجة من قبل ما تتحضرو الجنواز باش هكا كتساعدوا البيض ان بسرعة يطلعوا ما ياخد لكم شو وقت طويل في التطراب نضيف رشة صغيرة ديال الملحة ضروري هاد الرشة هكا بالنسبة للجنواز وغان نضيف الكيمية كاملة ديال السكر حبيبات يعني سكر سانيدة عندي هنا يا مية وثمانين غرام في الاخير نضيف رس المعلقة هكا صغير ديال البودرة ديال الفاني كيف ما سبقه وذكرت ممكن تتعودوها بجوش ديال الساشيات ديال السكر الفاني حبيبات سوف نضيف هذا البودرة في الطراب الكهربائي هنا غان نخدم انا في العجانة من هنا تطربوه في الطراب الكهربائي من سوفر عندكم من هنا يمكن تخدموه به لان الجنواز ضروري يكون عندكم في الطراب يعني ما كتطلعش في الخلاط يعني الخلاط ديال العاصر ما كتطلعش فيه اما هكا هادا الروبو هادا ديال العجانة او لا اطرب ديال الضو سوف يكا نحاول نطربو مزيان 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 حتى كيتضعف لي الحجم ديال البيض والسكر يعني كيتضع مزيان وكيبياض ما كيبقاش هكا كيما كان في اللول كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو رامو ضحى الطريقة وكيتضع في الثلاثة اضعاف الخالد يعني من اصرار النجاح الجنواز ان الخالد ديال البيض والسكر يتطرب مزيان حتى كيتضعينا بهات الشكل هادا يعني من بعد ما غاضي نطلع حكا الاتراب كيجين هكا هاد المينقر او هاد الخيط هابط كنا عرف بان السكر والبيض راه ناجح مية في المياه سافي كنزولو من الطراب كيجي على هاد الشكل كيف ما كتشوفو راضي نضيف له الدقيق بالنسبة لدقيق هاديك مية وتمانين قرام غاضي نقسمها على دفوعات ضروري انا ندوزو في الصفايا انا سبق ودوزتو غربلتو ولكن ما وضعتو في الزلافة عاود تكوور ليه بسبب الرطوب عيني ضرور انكم بعد ما تبغيت توضعو فوق من الخالد غربلو كنقسم هكا هاد الخليط هادا على ثلاثة الاجزاء كناخد سباتير كنبدا ننخلط بهات الطريقة هادي كيف ما كتشوفو معي ملتحت الفوق ملتحت الفوق هنا حاوت ما نسرع لكم شو الفيديو باش تشوفو الطريقة الصحيحة كيفاش كان نخلطو الطحين في الجنواز يعني ماشي بحال طريقة ديال كيك العادي باش هكا ما كان نهرسوش هذاك البيض لي طلعنا مع السكر كيبقى في الحجم ديالو سافي كان بقى مستمره ها الى ديالشكل هتا كنحس ان ديالك الكيميا كاملة دخلت لي في الخالد او كنعاوض نضيف الكيميا التانية بنفس طريقة والكيميا التالتة بنفس طريقة حتى كنكمل الكيميا كاملة اللي عندي ديال الدقيق وهنا في هذا المرحلة هذي حاولت انا لنسرع لكم الفيديو باش ميجيش الفيديو طوي يعني شاكت معاكم المقطع اللو والكيفاش كان خلطو الدقيق مع اه مع المكونات من بعد سرعت الفيديو اه بالنسبة القاعدة بنسبة للجينواز كلها بيضاء ب 30 جرام ديالدقيق 30 جرام ديالسكر سنيده يعني كيبقى البيض وعلى حسب الكبر ديال المول يعني قد ما كان المول كبير قد ما كان ضاعفه في البيض وفي السكر وفي الدقيق يعني بنسبة لي انا هاد الجينواز هذي غدي نقسم هاد الخليط هادا على ثلاثة ديال اجزاء يعني غدي نحضر ثلاثة ديال الجينواز بنفس القياس هناخديت ايطار يعني غير ايطار ماشي مول على شكل هكا قلب غلفتهم زيان بالورق الاليمينيوم باش نحطها هكا على مول ما يخرج ليش العاجين او الخليط بنجناب ديال المول كندهنو هكا بشوية ديال الزيت بما انا غاندي الورق في الوسط الجوانين ما غديش ندير فيهم الورق ديال الطبخ انتهم ما غدي ندهنو بشوية ديال الزيت هناخ ناخد الورق ديال الطبخ اللي كان قطعتو بالشكل ديال المول يعني لشكل قلب وكن لبسوها كامل الواسط يعني دهن ديك الدهنة خفيفة هكا فوق الاليمينيوم باش يتبث لي الورق فوق منو هادا عداش دهنة بالزيت كان عندكم ورق اللي هو نوعية ديال الورا ديال احاولو الدهنو هتوا بشوية ديال الزيت باش ما تلسق ليكمش بالجينواز صاف هنا بعد ما قديتوه مزيان غدي نخليه جمي وهنا يادت الخالط بعد ما قسمتو هكذا ثلاث ديال اجزاء قد قد يعني خرج لي ثلاث ديال زلفات كبار صاف غدي ناخد زلفة اللولا وغدي نفرغها في الايطاري عندي او المول وغدي نحاول نوزع الخالط ديالي مزيان ونوصلو الجوانيب باش هكا كان حصل على جينواز كتكون مقادة في الجوانيب ما تخليوش الخالط ديال خالط حاولو توزعوه بالتساوي صاف هنا نحاولها نحركو هكا شي شوية باش يتقاد سطح دياله وكننخرجو ذلك الهواء اللي كيدخلنا في الخالط بعد طريقة هادي كنخبط المول هنا المول اذا سوف في المقلاء التقيلة وكندخلو الفرد اللي كيكون سخون من قبل النار كتكون تحت منها مهيلة مهيلة بزا في المدة ديال سبعات دقائق كتكون واجدة من بعد ما كان طيب كان نشعرها من الفوق باش كتاخدها كاللون محمر من الفوق حاولو ما تفوتو لاش طياب الزاف الى فوتو لها الطياب كثير من القياس دياله غتجيكم مناشفه وتجيكم قاسحه ما تبقاش عندكم جينواز دياله ارطباء هنا بعد ما طابتو خرجتها من الفرد سافي كندوزعليها في جداب هاكا واحد كيغدون ولموس سافيو كنزول الايطار كنحصلها كعلى جينواز بهاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا جينواز اللي هي ناجحة كتجي رطباء وهشيشة كيف ما كتشوفوا معايا بهاد الشكل يعني حاولوا انكم غيت تبعوا المكونات والمراحل تحضير ديالجينواز واكيد غادي تمجح معكم ان شاء الله سافي هنا غادي نزول هاداك الورق ديال الطبخ اللي انا غادي نعود استعمله في الجينواز الثانية سافيو هاكا غادي نخليها كتبرد جنب سافي كنعود نرجع للمول نفسه كنعود نطليه الورق ديال الطبخ وكنفرغ فيه الزلفة الثانية وهو تهو بنفس طريقة غا ندخلو الفران حتى كالطيب كيف ما طيبت الجينواز اللولا من بعد ما غادي الطيب تهي غادي نزولها بالكيغدون وندي الجينواز الثالثة بالنسبة لها الطريقة هادي في تحضير ديالجينواز كنلقاها عملية اكتر من ديالجينواز اللي هي كبيرة بزاف ونبدأ نقطعها بالسركل كتجي واحدة كاملة ولباقي كيجي هاكا قطع طريفات بالنسبة لان هاكا جينواز تكون هاكا شاد دراسها كاملة مكمولة مكونش فيها طريفات بزاف نتمنى انكم تكونوا فهمتوني يعني لو تديرو هاكا جينواز اللي هي كبيرة وتقطعها بالسركل ممكن ان هذا الخليط هذا كامل تسرحوا فواحد اللطنية كبيرة ومن بعد ما غادي الطيب غادي تقطعها بالسركل سافي هنا بعد ما كمت الطيب اللي جينواز كيفما كتشوفو كتجي على هاد الشكل كتجي خفيفة رطبة فتية بزاف وهاكا غادي نكون كمت معاكم هاد الفيديو الى الفيديو الماجهة لما كتشوفو كتجي جينواز اللي هي ناجحة 100% كتجي رطبة كاللعبية في الدكيف ما بغيت وما كتتهرسش يلفو وتولها بزاف الطيب في الفران انا غادي قا تتهرس لكم وغادي يكون قاسحة وما تنجحش لكم الجينواز ردوا معاها البل في الطيب ديلها فرفران وهاكا غادي نكون كمت معاكم هاد الفيديو الى الفيديو الماجه ان شاء الله مع السلامة وخليت لكم الراحة شكرا